من تونس تنضم إلينا أميرة محمد نائب رئيس نقابة الصحفيين سيدة أميرة يعني ما هي نوع الإساءة التي توجهونها لعبير موسي مرحبا ومرحبا بكل مشاهدي قناة الغد بالنسبة لرئيسة الحزب الدستوري الحر هي هذه ليست أول إساءة للأعلام والصحفيين فللأسف خلال اعتصامها أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين قامت بالاعتداء على أحد الزملاء من مراسل إحدى الإذاعات الخاصة وأعلنت صراحة أنها بدأت تقوم بعملية الفرز لوسائل الأعلام وهي شخصية عامة والشخصية العامة التي تتقدم للحصول على السلطة لا تتعامل فقط مع وسائل الأعلام التي ممكن تخدم البروباجندا ولا تخدم صورتها فقط فإنما المفروض أن تتعامل مع كل المؤسسات الإعلامية الناقدة والداعمة لها هذا في البداية ثانيا الاعتداءات تكررت مؤخرا على الصحفيين سواء من أنصار حزبها على خلفية أرائهم أو خلفية أعمالهم التي يقومون بها وكأنهم يدفعون بالصحفين للإستفاف في هذا الصراع السياسي وهو ما نرفضه كنقابة وطنية للصحفين التنسيين نرفض أن يتم إقحامنا في هذه الصراعات السياسية والحفاظ على الموضوعية فالتعامل مع كل الأطراف السياسية الموجودة على السياسة في هذه الواقعة تحديدا ما الذي يحتوي هذا الفيديو حتى يعد إساءة للصحفي؟ هي لم تكتفي بهذا الفيديو أولا هذا الفيديو قامت فيه بإحاءات التي أضرت بالصحفي وبعملة النظافة في المجلس وكأنها أمسكتهم متلبسين بفعل موشين وهو ما لم يحدث بررت ذلك بأنها لم تقله صراحة فطلبنا منها الاعتذار عن ما أبدته من فعل في حق الصحفي وفي حق أيضا عملت النظافة التي تضررت مما قامت به رئيسة الحزب الدستوري الحر لكن رئيسة الحزب الدستوري الحر إثر ذلك لم تقدم اعتذارا أو تفسيرا لما قامت به بل بالعكس وصلت في تعديها على الصحفيين ووصفتهم واتهمتهم بأنهم يخدمون جهة معينة وبأنهم أتباع رئيس البرلمان أو رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقامت بالاعتداء لفظيا على الصحفيين وعلى نقابتهم نحن في البيان التقنية والتي أصدرته وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين طالبناها بالاعتذار ولكن الرئيسة الحزب هي من تعنتت وهي من واصلت في تهجمها على الأعلاميين وعلى الصحفيين لذلك كنا مضطرين وللتوذيح هو ليس أول قرار مقاطع نتخذه كنقابة اتخذنا سابقا وفي أول مدتنا النيابية بعد انتخابنا قرار مقاطعة ائتلاف الكرامة لتكرر اعتداءاته على الصحفيين وعدم اعتذاره واعترافه بتلك الاعتداءات التي يقوموا بها واليوم نجد أنفسنا مجبرين لم نقاطع الحزب ككل قاطعنا فقط هذه المرة رئيسة الحزب إلى حين اعتذارها وكل المقاطعات هي إلى حين تقديم الاعتذار ونحن لن نسمح لأي طرف سياسي كان بالاعتداء على الصحفيين لأنه للأسف تكررت الاعتداءات على الصحفيين مؤخرا سواء كانت من أحزاب يمينية أو غيرها سيدة أميرة نحن نرفض الاعتداء على الصحفيين ما الذي تجتمل عليه هذا الإجراء ما الذي يعني مسألة المقاطعة هل الامتناع عن نشر أخبارها عن عمل لقاءات صحفية معها أم ماذا المقاطعة هي أولا لا نأخذ منها تصريحات لا نحضر مقابلاتها الصحفية ولا نستطيعها إلى مقابلات صحفية في مؤسساتنا الأعلامية هذه هي المقاطعة لكن بالنسبة لأخبار الحزب ستبث أخبار الحزب إذا كان أحد أعضاء الحزب يمكن له أتدخل في وسائل الأعلام هذا لم نتخذ فيه قرار لكن إذا تواصلت الاعتداءات من الحزب الدستوري الحر حينها قد نقرر مقاطعة الحزب كاملا كما قاطعنا كتلة أتلاف الكرامة كاملة لأن الاعتداءات كانت من عدة نواب من هذه الكتلة ولكن نحن لا نحمل مسؤولية اعتداء نائب لبقية الأفراد بما أن المعتدي اليوم هي رئيسة الكتلة ورئيسة الحزب عابير موسي لذلك قررنا مقاطعتها هي وليس مقاطعة كل أنشطة حزبها أو كل نواب كتلتها فالمقاطعة تشمل فقط رئيسة الحزب ونحن نوجه لها رسالة من خلال منبركم بأن حدثت ثورة في تونس وثورة في الأعلام وأن لم نعد نخدم مصلحة أي طرف كان سواء في السلطة الموجودين حالياً في السلطة أو في المعارضة أو غيرهم من الأطراف ولذلك نوجه لها رسالة بأن تراجع نفسها وتراجع ما تقوم به من أقوال فممكن ما زال لديها بعض الحنين لممارسات النظام السابق وعودة تركيع الأعلام لخدمة أجندة معينة هذا مسألة تخصها ولكن الأعلام بعيد كل البعد عن هذه الممارسات الدكتاتورية التي سيتصدى لها مهما كان الطرف السياسي الذي سيقوم بالاعتداء على الصحفين نعم سيدة أميرة محمد نائب رئيس نقابة الصحفين التونسيين شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر